السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا معكم في كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين وما زلنا ننظر ونتأمل ونتدبر في سورة مريم تحدثنا من قبل عن قصة ولادة نبي الله يحيى ابن زكارية عليه السلام المسمى بالمعمدان وتحدثنا من بعده عن قصة ولادة عيسى ابن مريم الذي عادة يحتفل به الناس في رأس السنة الميلادية وذكرنا ما ينبغي ان يذكر في هذا السياق الآن ننتقل الى سياق اخر في سورة مريم ينتقل القرآن الكريم من شرك كان عند النصارى وعند اليهود الى التنبيه الى شرك اخر كان عند العرب وبين اظهرهم سيتحدث عن انبياء الله تعالى بدءا بابراهيم الخليل الذي ايضا في زمانه انتشر الشرك كما انتشر في عهد عيسى ابن مريم وفي عهد يحنى ويحيى وزكارية سياقوا الايات هو ان النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الان يتحمل قوة الدعوة الى الله في ظروف صعبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء المراحل الاولى من الدعوة في مكة المكرمة لم يكن يتبعه الا قبلة من العبيد ومن المستضعفين في الارض وسيدنا النبي لم يكن عالما وانما كان امي لا يقرأ ولا يكتب يعلمه شديد القوة ذو مرة يعني جبريل عليه السلام فكان يمتحن مرة من طرف كفار قريش يقولون له يا محمد انت تزعم انك نبي حدثنا عن فلان او فلان وكان سناديد القريش يستعينون ببعض الاحبار من اليهود او من النصارى فيأخذون المعلومات ثم يطرحونها على النبي الكريم يجادلونه لكي يوقعونه في الحرج فكان القرآن العظيم يأتي في اللحظة الحاسمة ويتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدكر تفاصيل الاشياء واسرارها وضقها وجلها حتى يتأكد الجميع بان هذا القرآن لم يكن يأتي به محمد من تأليفه ولا هو من أساطير الأولين بل إنه إلا وحي يوحى في هذه الظروف بدأ الله تعالى يحكي لنبيه وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فئة من الأنبياء الشطر الذي سوف نقوم بتأمله وتدبره من القرآن الكريم في سورة مريم هو حكاية عن السلف والخلف كيف كان السلف هذه الأمة وكيف صار خلفها لا نقصد بالسلف هنا الذين كانوا في أهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء وكل الموصلين لهم سلف ولهم خلف تابعون أيها الأحباب الكرام ولنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيئاً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطاً سوياً يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدي وكان رسولاً نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيئا ورفعناه مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واشجبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيا تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا صدق الله مولنا العظيم هذا المقطع من القرآن الكريم أيها الأحباب الكرام أراد به ربنا سبحانه وتعالى أن يتبت قلب وفؤاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد في هذه الأثناء كان وحيد لم يكن عنده من يؤازره سوى عمه ولكن كان مشركاً فكان القرآن الكريم يحكي له عن قصص الأنبياء والمرسلين ممن سبقوه فيشعر بأنه في ألفة وأنه يقتدي بسنتهم وأنه يتحمل كما تحملوا ويصبر كما صبروا هؤلاء الأنبياء منهم من قاوم من أجل تبليغ الدعوة ومنهم من عجز عن ذلك وقرر الهجرة كثير منهم هاجروا وبعضهم دخل في عراق وهذا من مقتضى الحياة الحياة فيها صراع بين الحق والباطل صراع بين الخير والشر صراع ما بين الإيمان والكفر فربنا عز وجل بدأ يذكر نبيه وصفيه عن هؤلاء الأنبياء كلهم كلهم إخوة وكلهم يستقون من نفس المنهج على اختلافهم بدأ بذكر أبي الأنبياء ثم بعده سوف يذكر أبنائه إسحاق وإسماعيل ثم سوف يذكر غيرهم من الأنبياء إلى أن يصل إلى موسى وإلى هارون ثم يختم بإدريس هذه النخبة من الأنبياء والمرسلين عانوا معانات شديدة من أقرب المقربين إليهم وكان أمر الله مقضية فكان ذلك بلسما للجروح وكان ذلك فيه ترويح عن نفس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي شعر بأن الرسالة هي هم كبير وثقل عظيم وربنا قال له سوف نلقي عليك قولا ثقيلة فبدأت هذه الآيات تأتي إلى قلبه وكأنها روح وريحان وتسلية من معاناة كفار قريش بدأ القرآن الكريم يقول واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا قال له يا محمد أذكر أبا الأنبياء إبراهيم الذي كان حنيفا كان صديقا نبيئا فيه صفة الصديقية قبل أن يكون نبيا إبراهيم الخليل كان صديقا وهو غلام وهو شاب يافع وقبل أن يكرمه الله تعالى بالنبوة كان صديقا ومعنى الصديق أنه قابل لتصديق آيات الله والبراهيم الدل على وجوده ولم يكن مكذبا ولم يكن متذمرا كان يفتح جميع قناوته لاستقبال الأنوار فسمه الله تعالى أول مراحل نبوة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه كان صديقا ثم صار بعد ذلك نبيا ثم صار بعد ذلك رسولا ثم صار بعد ذلك خليلا كان يتنقل ويرتقي في المقامات إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إبراهيم الخليل ابتلي بأن أباه آذر كان يعبد الأصنام بل أكثر من هذا كان هو ينحت الأصنام وكان يبيعها في السوق وسيدنا إبراهيم بالمنطق العقلي وبالأدلة والبراهيم رأى بأن هذا كله عبت وأنه لا يليق فكان عليه أن يوجه النصح والإرشاد لقومه ولكن عليه أن يبدأ أولا بأبيه إذ قال لأبيه يا أبتي رغم أن الأب مشرك وأن الأب صانع للآلهة فإن خطاب إبراهيم الخليل كان فيه لطف يا أبتي فطلب منه أن يستخدم عقله أن تتعبد آلهة لا تسمع لا تبصر لا تغني عنك شيئا لكن الأب لا زال مسرا ويضند بأنه يعلم أكثر مما يعلم ابنه فقالوا إبراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك سراطا سويا الأب كبير السن وعادة الأباك يقول ابن ذيالو انت باقي ما زال ما فهمتش بحالي أنا اجتزت سنوات طوال في العمر وفهمت ضروب الحياة قل لي صبعك بليلة صبعك بحيلة فلا يمكن للأب أن يتعلم من ابنه وهذا هو المنطق فعلا أن الأب عنده علم وعنده خبرة أكثر من ابنه هذه القاعدة العامة لكن إبراهيم الخليل استثناء العلم الذي عنده ليس علما كسبيا وإنما هو علم علوي علم من السماء وحي من رب العالمين إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك هذا وحي وليس علم كسبي فيه قراءة ودراسة واستفسار فطلب منه أن يتبعه وأكد له بأنه سوف يفوز فاتبعني أهلك سرطا سويا وأخبره بأن هذه العبادة هي عبادة للشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا والعبادة أصلا هي عبادتان هناك عبادة للرحمن وعبادة للشيطان عبادة الرحمن تكون بتوحيده التوحيد الخالص لله الواحد الأحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد هذه تسمى العبادة الصادقة للرحمن وكل ما كان دونها فهو للشيطان سواء كان من كان يعتقد أن هناك ثنائية الآلهة إله الخير وإله الشر أو من يعتقد كالمسيحيين الأقانيم الثلاث الله والإبن وروح القدس أو كمن يعتقد فكر الصابئة عباد النجوم والأفلاك أو تناسخ الأرواح أو حتى اللا دينيون الملحدون الذين يقولون بأن كل الأديان هي خرافات وأساطير ومن صنع البشر فتشهدهم بعد ذلك يبحثون عن إله الشيطان إله هواهم وشيطانهم فالعبادة الأديان نوعا فقط النوع الأول هو عبادته الرحمن والتاني عبادة الشيطان وتحته عدة فروع وعدة تيارات إن الشيطان كان للرحمن عصية لأن إبليس أقسم لما طرده الله تعالى من الجنة قال لأقعدن لهم سرطك المستقيم إبليس أقسم بأنه سوف يقوم كل ما في جهده من أجل أن يؤثر في بني آدم ثم قال له الأب سوف ينتفض كيف تجرؤ يا إبراهيم وأنت صبي وأنت غلام وأنا ربيتك وعلمتك وتعطيني هذه الأوامر كيف تجرؤ يا إبراهيم أن تقف أمامي هكذا وتقدم هذه التعاليم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يعني أغرب عن وجهي ابتعد عني بعيدا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية دائما جواب الأب يكون قوي فيه سيطرة وفيه بطش لكن جواب الإبن وهو جواب الصديقين النبيين وجواب عباد الرحمن يكون دائما جوابا منخفضا فيه رقة فيه لطف فيه أدب قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية هنا أي الأحباب الكرام منهج خاص للأنبياء والمرسلين وللأولياء المقربين وللأدعاة والفقهاء العاملين حينما يقع له جدال مع بعض الناس نقاش أو حوار ويصطدم ببعض الأفكار الشديدة ليس من الضروري أن يدخل معهم في عراق وليس من الضروري أن يقوم بقلب الطاولة وإنما يكفيه أن يقول جواب إبراهيم الخليل يقول سلام عليك سلام عليك الذي لا يريد أن يسمع لكلمة الله ولا يريد أن يسمع لدين الله ويرفض رفضا باتا فليس لك أن تدخل معه في عراق قل له سلام عليك واهتم بنفسك وتركه لشأنه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية سيد إبراهيم لم يستسلم وأخذ عزما أنه سوف يستغفر لأبيه يستغفر له لعل الهداية تدركه وهذا منهج الصالحين منهج أهل الدعوة والتبليغ إذا وجدت إنسان يرفض منك الدعوة نصحته بالإيمان نصحته باليقين أمرته بالصلاة نهيته عن الكذب والفحشاء ثم رفض رفضا باتا ماذا هو المنهج المتبع معه هل ندخل معه في عراق هل ندخل معه في صراع أبداً منهج أهل الله وهو أنه قل له سلام عليك وانصرف عنه ثم إذا أردت أن تقدم له خدمة استغفر له الله يا رب إن فلان لم تدركه رحمتك يا رب إن فلان لم تتدزل عليه بركتك اللهم إنني أستغفرك وأتوب إليك من شره والشرور نفسه استغفر له لعل الله تعالى يدركه برحمته الواسعة قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية بمعنى أن الله تعالى كان مجيباً لدعوة إبراهيم كلما دع الله تعالى ربنا يعطيه سياق القرآن الكريم هنا ينتقل مباشرة ويعطينا إحاءات بأنه بعد صبر وبعد عمل دؤوب قام به إبراهيم الخليل مع أبيه ومع قومه ومع بني جلدته سيدطر إلى الاعتزال الاعتزال هو مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إذا فشلت الدعوة والتوجيه والإصلاح تقول لهم سلام عليكم تستغفر لهم لكن إذا كان هناك الفساد سوف يغمرك ويغمر دريتك هنا تنتقل إلى مرحلة الاعتزال يعني أرض الله واسعة غير المكان غير العتبة غير الوجوه وابدأ حية جديدة فقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية هذا ما صنعه إبراهيم غير يجمع ولدته في الأول ما كان عنده أولاد كان هو الزوجة دياله ولأن كان تعاكر فسوف يعتزل المكان المكان الذي فيه الفسق والفجور يكفيك أنك إذا لم تنجح في التغيير ولم تنجح في الإصلاح انصرف بسلام انصرف بهدوء واعتزل ذلك المكان فهناك أرض الله واسعة لعلك تجد من هناك يقبل هذه الدعوة وهذا كل الأنبياء وقع لهم معظم الأنبياء وقعت لهم هجرة ووقعت لهم اعتزال للأقوام وهكذا يقع للصالحين وللدعاة عبر تاريخ الإسلام العريض والطويل لأن في العزلة ما الذي يقع هو أن هناك تجديد للوجوه تجديد للبيئة تجديد للظروف الاختصادية والاجتماعية المحيطة وهناك ربما قد التربة تقبل هذه الدعوة ثم من بدرة تصير إلى سنابل ثم إلى أشجار وينبيع وارفة فهذا الذي وقع ربنا أخبرنا فقال فلما فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إصحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياء من يعتزلهم وخلهم عليه افتقار أمشى هو إلى ربه مهاجرا الله تعالى ما خل له وحده سينا إبراهيم كان عاكر وامراته كانت عاكر ولكن الله تعالى من رحمته الوسعة أراد أن يؤنس وحشته غد يعطيه الله ذرية غد يعطيه في الأول إسماعيل ثم بعده إصحاق ومن إصحاق غد يخرج يعقوب ومن يعقوب غد يخرج يوسف ومن يوسف غد يخرج سينا موسى وغد يخرج أنبياء بني إسرائيل فجميع الأنبياء بني إسرائيل خرجوا من إبراهيم عن طريق إصحاق وإسماعيل سوف يخرج منه نبي العرب وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا ربنا عز وجل يعلم نبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله وسلم شجرة الأنبياء هكذا الأنبياء كانوا فكان أولهم إبراهيم وبعد إبراهيم وبعد إبراهيم سوف يلد إصحاق وإسماعيل إصحاق سوف يعطينا يعقوب ويعقوب يعطينا يوسف ويوسف سلسلة من أنبياء بني إسرائيل من بينهم موسى وغيرهم أما إسماعيل فسوف يعطينا أنبياء خاتمهم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة وأزكى التسليمات فقال ربنا عز وجل يبشرنا بالعطاء والعناية الإلهية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا الهيبة شوف هذه الكلمة هذه الوهبنا وهبنا يعني بلا تعب بلا شقاء اللي مش في طريق الله تعالى واللي مش في الاستقامة لا يحمل هما للرزق ولا هما للأولاد ولا هما لتربية الأولاد ولا هما للظالمين ولا هما للبغات أبدا ربنا يتوله بالعناية والرعاية وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياء ربي عز وجل أعطاه درية مش عادية أعطاه درية في الأنبياء رمى سهلاش يطيق الله درية في غذقه درية غير واحد حمل لكتاب الله درية غير واحد محدد درية غير واحد من الصوامين القوامين أراك أنت محظوظ إلى خرج الله من صلبك غير واحد من ولداتك أنت عندك عشراء ولا اكترد للأولاد أو أقل واحد منهم خرج من الصالحين را نعمة كبيرة لأنه يشفع لأهل بيته وكان الناس قديما يفرحون ويسرون إلى القواحد من الأسرة في الصلاح وفي الفلاح فكي يقول لي أنت ما تخدم ما تردم تقرأ القرآن قرأ القرآن وذكر الله تعالى وإحنا نفرلك الطعام والشراب والمسكن خلك نتغافي ذكر الله أعلش؟ لأنه إذا أكرمه المولى يشفع لأهله وقد جاء في الحديث من حفظ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وجعله شفيعا في عشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار عشر من أهل بيتك لكانوا من أهل النار ذالوا علاش باش يدخلوا النار ولكن الله تعالى إكراما لك يدخلهم الجنة يقر الله مقام الشفاع أما سيدنا إبراهيم فاربغي جعل دوريته كلها أو معظمها أنبياء ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا هؤلاء الذرية لسيدنا إبراهيم الخليل لمنهم سيخرجوا بأنبياء بني إسرائيل ووهبنا لهم من رحمتنا أعطى منها الرحمة فيما كيمشي كتلقاه مرحوم ومن حوله مرحومين فيما كيمشي كتلقاه مرزوق ومن حوله مرزوقين فيما مشى كالقرس مكروم ومن حوله مكرومين ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ما معنى لسان صدق؟ هؤلاء الأنبياء ما كان عندهم تروى ما كان عندهم أموال مكتنزة ما كان عندهم كرسي حكم ما كان عندهم أحزاب وشيعة ما كانوا يملكون أي شيء كل ما كانوا يملكونه هو إيمان ويقين ولسان عليم أعطى الله اللسان لسان صدق عليا قوة الأنبياء والمرسلين بعد الإيمان بالله واليقين هو في ألسنتهم أعطى الكل نبي لسان في الصدق ما فيش الكذب ما فيش المهتان ما فيش السحت لسان صدق عليا يعني لما يتكلم فإن خطابه يمتد عريضا وطويلا ويصل إلى القلوب ويترق الأسماء وينفت إلى الأفئدة هكذا هو حق هؤلاء الأنبياء وجعلنا لهم لسان صدق عليا ثم ينتقل القرآن الكريم يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكره بشده الأكبر لهو إبراهيم الخليل وذكر قصته مع أبيه لهما كان مشرك فقال لا تحزن يا محمد رجع الأنبياء اللي كانوا قبل منك دخلوا في صراع مع أقرب المقربين إليهم فلا تحزن أنت إذا كنت تجد الصد والرد والرفض من قومك وينتقل إلى نبي آخر من أولي العزم من الرسل فقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبياء يلي يذكر في الكتاب هؤلاء الأنبياء كلهم مذكرون في الكتاب ومن قبل تكلمة لمريم واذكر في الكتاب مريم كل من ذكر في الكتاب هؤلاء مشهود لهم بالصلاح ومشهود لهم بالخيرية ومشهود لهم بالقربة عند الرحمن فذكر مريم العذراء وذكر إبراهيم وهنا قال واذكر في الكتاب موسى سيّنّا موسى الكليم ربي وصف واحد الوصف إنه كان مخلصا وفي قراءة كان مخلصا وش هو مخلصا ولا مخلصا فقال لك العلماء يجوز الوجهين هو كان مخلصا لله في الإخلاص من لك يقوم بعمل لا يبتغي نظرة الناس ولا رؤية الناس وإنما يبتغي وجه الله فكان مخلصا وكان مخلصا أن الله استفاه لنفسه وصنعه على عينيه وكان رسولا نبيا أعطى الله جوج المقامات رسول ونبي كل طلغ النبي أو طلغ الصديق لكن سيّدنا موسى غد يعطيه الله تعالى رسول ونبي ما الفرق بينهما النبي في أول الأمر كيفهم بأن الله تعالى كيعطيه إشارات وكيعطيه إحاءات وفقهه في الدين وعلمه التنزيل فيعلم أن الله موجود وأن حقيقة الوجود حتى كله في غفلة كله غير عيش كي يأكل وكيشرب وكي نعس وكي عاود فيق وكيفكر في آخر صيحة في هاتف نقال آخر صيحة في سيّارة آخر صيحة في تصفيف شعر أعيش هكا حتى كي يكبر وكي ينتقل للدار الآخرة لكن هناك من يفتح الله له بصيرته فيعلم حقيقة هذا الوجود وكي ترحل تساؤلت في فكره من الخالق ومن خلق هذا الوجود ولماذا خلقنا الله تعالى وماذا يريد مننا سبحانه وتعالى وما هو مصيرنا بعد الموت ومن هم الملائكة ومن هم أصحاب الخير وأصحاب الشر كي يبقى التساؤلات النبي يعطي الله هذه المفاهيم والمفاتيح ديالها مبكرا كي عود نبي لكنه لا يؤمر بالرسالة لا يؤمر فقط قطع المعرفة هو لداته أما إذا قال رسول فهذا عنده شريعة وقال لرب عز وجل اذهب إلى قومك وبلغهم الشريعة بلغهم هذا الدين والرسول فمجد سيدنا موسى عليه السلام وقال إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إلا كان سيدنا إبراهيم صار اسمه الخليل لأنه غير دباح ولده وغير نجح في الامتحان وربي غير نجيه طبعا ومن تم انتزع لقب الخليل صار إبراهيم الخليل فموسى عليه السلام صار يسمى الكليم يتكلم مع الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن تصور أن الله رب العالمين يناديك أنت أيها العبد الضعيف سيدنا موسى غير يقولي يا ربي غير تكلم معي غير ناديني غير نشوفك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا في جبل طور لفي صحراء سيناء قربه الله إليه نجيا لأنه كان يكسرنا المناجات الصفة لكتعد سيدنا موسى أنه كان مخلصا في الإخلاص وكان كثير المناجات دائما يقول يا رحمن يا رحيم يا ودود إذا انصرف عن الخلق يناجي ربه فأشعطه الله تعالى ربك يعطي دائما كيف سيدنا إبراهيم أعطاه الله على إسحاق ويعقوب وإسماعيل سيدنا موسى أشعطه الله أعطاه الله على أخاه هارون ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي لأن سيدنا موسى كان لكن اللسان وكان ضعيف ولكن هارون كان فصيح اللسان وكان قوي وكيقلوا أعظم شفاعة في الدنيا ليشفاعة موسى لأخي هارون هذه الأخوة وإلا فلا شف رسول يعد نبي قال يا ربي جاءتني النبي ورسول ودوز معي أخويته ويكون نبي ورسول وربي أكرمه قال لك بعض السلف أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لأخي هارون أن سيره الله نبي ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي ثم غنتقى ربنا عز وجل لذكر نبي آخر لهو من أبناء ودرية إبراهيم في اللول ذكر ذريت إبراهيم ذكر لنا سبحانه وتعالى إسحاق وذكر يعقوب ولكن إسماعيل فينا هو ربي أخره علش لأن إسماعيل ابن إبراهيم له مقام آخر عظيم من نغي خرج العرب ونبي العرب ومنه خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا لوعد وكان رسولا نبيا هذا سيدنا إسماعيل الصفة دياله ورب اذكره في الكتاب واذكر في الكتاب كل من ذكر في الكتاب معنى أنه من المقربين إلى الرحمن هنيئا لهم واذكر في الكتاب إسماعيل ما يصفته كان صادق الوعد سيدنا إسماعيل متصف بصدق الوعد أنه إذا وعد الله تعالى بندر كان يوفيه إلا قال يا رب ندرتك دا وكدا يوفيه من لجا عن دباه إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنامي أني أدبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كان عنده عزيمة قوية فرب مجده وقال لنا إنه كان صادق الوعد ويقال أنه حكايات عن إسماعيل إن شاء الله تجيح حلقة مقبدة وكل نبي نفرد له حلقة مستقلة وغنسمع العجائب سيدنا إسماعيل مثلا كان در وحد الموعد مع وحد الرجل در معاه في المساء وبقى كنتظر الرجل لم يأتي مريض وتأخر وبقي ثلاث أيام وبقي إسماعيل في المكان ينتظر وصول الرجل حتى أخبر بذلك فالرجل قام من ثراش المرض وجاء عند إسماعيل قال لها راني مريض ما جيتش اسمح لي تلت يام ونتقلت هنا قال لي دلت معك الكلمة الكلمة هي الكلمة كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا والصفة الأخرى لكان كنتظر سيدنا إسماعيل عن غيره وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية سيدنا إسماعيل لا يكتفي بأن يدعو الناس ويدعو قومه بل يبدأ بالأهل دياله بالزوجة والأولاد المقربين يأمرهم بالصلاة أولا ثم بالزكاة الصدقات وكان عند ربه مرضية رب يرضى عليه رضى كامل لأنه كبض الكل في جهده من العبادة والطهى ما كفرط لا في أهله ولا في قومه ثم غيرتقى ربنا عز وجل في ذكر نبي أخر لهو كان قديم جدا هذا الأنبياء اللي ذكرناه كلهم عائلة هذا كلهم عائلة واحدة ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى هذا كلهم أنبياء واحدين الآن غيرتقرنا ربنا عز وجل وحد النبي لكن قديم اللي هو بعد آدم كان هناك شيط ثم جاء إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أول نبي هو آدم عليه السلام بعد منه كان شيط عليه السلام شيط هو ابن آدم وإدريس هو حفيد آدم ابن وشيت وإدريس نبي الله يقال بأنه عاصر آدم تقريبا 300 سنة لأن آبان آدم عاش أكتر من ألف سنة وقيل حج أربعين مرة وقيل بأن إدريس عليه السلام زامنه وعاصره في حوال 300 سنة عاش معه كان حفيده وسنة إدريس في زمانه كتر الفساد وكان يدعو الناس للخير في عهد بدل بدل الإنسانية بدل البشر كيكتفق الأرض لأن كان الزواج للآدم وذريته كان بوفر بسرعة بدأت البشرية تتكاتر في عهده سنة إدريس هو أول من سوف يخيط الثياب البشر كانوا يلبسون الجلود وفي عهد إدريس عليه السلام سوف يخيط الثوب الأبيض وصار الثوب الأبيض خاص بالعباد والزهاد والصالحين فكان خياطا مهنته خياط من قبل كان فلح ثم غير إلى خياط ما كيقول الموسم في لاحي باقي بعيد خدمته التانية هي خياط لكن خياطته كلها ذكر كي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وللحمد عزه دق الإبر فكان الإبر كانت يضرب الإبر عند كل ذكر هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للحمد ويغرس الإبر فربنا عز وجل مجده وقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا في اللول في الصديقية ثم بعد ذلك سوف يتحول إلى النبي من الأنبياء ورفعناه مكانا عليا في عهده ربي رفعه وعطاه واحد مقام عظيم بين أقرانه فكان يصول ويجول واحته واعتزل قومه لما رأهم قد مشوا الشهوات ومشوا الملدات وكانوا أعداء أرادوا أن يسفكوا دمه فربنا لما قال ورفعناه مكانا عليا ذكر بعض المفسرين أنه لم يموت وإنما وقع له ما وقع لعيسى بن مريم بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى قال فيه الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى أن قال بل رفعه الله إليه فمعنى ورفعناه مكانا عليا هذه خاصة بسيدنا إدريس قالت لأنه لما أراد أن يقبض روحه ملك الموت هو قل ورني أعمال من البشر فحمله ملك الموت إلى إلى علم البرزخ لكي يجول فيه ويصول وحينما وصل للسماء الرابعة ملك الموت بلغه بأن ذاك هو موعد قبض نفس إدريس فقبض روحه وهو في السماء في السماء الرابعة وقد جاء في الصحيح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسرائيب والمعراج وكان يصعد إلى السماوات العلاء وصل إلى السماء الرابعة فوجد إدريس فقال يا جبريل من هذا قال هذا نبي الله إدريس قال السلام عليك أيها الأخ الصالح والنبي الصالح فربنا عز وجل في الأخير ماذا قال هذي الأنبياء كلهم قال لنا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين هؤلاء كلهم من المنعم عليهم هذه النعمة الحقيقية نعمة النبوة ونعمة الصلاح والعبادة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آذم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الصفة للنس كلهم ما هي هي أنهم إذا سمعوا كلام الله وإذا سمعوا تلاوة أي كتاب من كتب الله التوراة أو الإنجيل أو الزابور أو القرآن ماذا يقع لهم خروا سجدا وبكيا كتلقى دائما يخر إلى الأرض ساجدا لله لا يشعر بكبرياء ثم يبدأ يبكي حتى تبتل لحيته وهنا سجدا أي الأحب الكرام والسجدة هي مستحبة من كان متوضئا فليسجد لله ولغير قبله ومن تعذر عليه فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تقوم مقام السجدا لكن القرآن الكريم في الختام أشغل يقول لنا قلنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي إلا من تاب وآمن ربنا عز وجل أراد من خلال هذه المقدمة كلها لكي يعقد مقارنة بين جيل من الصالحين من الأنبياء من الزهاد والعباد من الصباقين للخيرات لكن الأفواج التي جاءت من بعدهم كيف هي يصفها القرآن الكريم فيقول فخلف من بعدهم خلفهم الخلف اللي جاء بعد منهم جميع الأنبياء كل نبي إلا وعنده عنده سلف وعنده خلف الطابع العام أنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أول حاجة يضيعوها الناس هي الصلاة ويعمود الدين ومن ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع لش كي ما كي يصليش اعتبروا بأنه وخي يقول لك متخلق ويقول لك متأذب وهي يقول لك حقوقي أدغل كل كل كلام كل من ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع الشلاه لا يضيع أكثر وكل من حافظ على الصلاة كان لغيرها أحفظ فهذا الجيل اللي جمعت الأنبياء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة الشهوات يلك ركبوا على المحرمات ركبوا في المحرمات والتي مستساغة وكل قولها حلول وكل قولها أسباب فتوسعوا في المحرمات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة نسأل الله السلام والعافية يلقون غيّة يعني عذابا أليما والغيّق لهو نهر في نار جهنم والعيّاد بالله فهذا تحذير من الرحمن سبحانه وتعالى لكل من ضيع الصلاة واتبع الشهوة وتحذير شديد في تهديد بالنار لكن أسلوب القرآن الكريم في التربية والتوجيه دائما ربنا يفتح أبواب الأمل ويفتح باب التوبة ويفتح باب الرحمة دائما إذا رأينا هناك شدة في الكلام يعقب واستثناء فالاستثناء جاء هنا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يضلمون شيئا لتبئ إلى الله تعالى توبة النصوح صدر منه أنه كان لا يصلي صدر منه أنه لم يكن يزكي لم يكن يتصدق صدر منه أنه تجرأ عن المحرمات وركب الشهوات فكل هذا لبأس إذا تاب وندم عفى الله عن ما سلف إلا من تاب وآمن تاب إلى الله وآمن بمن؟ بالملائكة وبالحساب وباليوم الآخر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا يعني من صلاة وصدقة وغيرها فأولئك يدخلون الجنة ربي وعدهم بجنة العدل لا يضلمون شيئا هات الجنة اشنا هي؟ ربي كل مرة يصفها بوصف اللي بغن نجمع أوصف الجنة في الأرآن غريبة كل مرة يعطي ربي عز وجل وصفا يليق بجلالها وكمالها هناش عد يقول لنا فأولئك يدخلون الجنة ولا يضلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتية هذا وعد ورب اسمها الرحمن التي وعد الرحمن كلمة الرحمن فيها بأن فيها الرحمة وفيها الخير وفيها اللطف وفيها الكرم الإلهي التي وعد الرحمن عباده رب اسمه عباده هذا عباد الرحمن إنه كان وعده ماتية يعني حاضرة جاي جاي ما فيه لا شك وما يكونش عندك شك لان البعض يقول لك ربما ما كلا موت ولا حياة غد يغنموت غير طبيعة وغنموت وما البعض غنتنساو والفال كايب قيدور وإلى أبد الآبدين هكذا غير طبيعة أبدا مش الطبيعة الطبيعة يخلقون من خلق الله هناك بعث وهناك نشور وكما أنكم تنامون وتستيقضون هكذا تموتون فتبعتون إنه كان وعده مأتية يعني راجي جاي مأتية آتيا هذه الجنة العدم قال فيها ربي عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ما كيش اللغو اللغو حد الدنيا القيل والقال والنميمة والغيبة والبهتان والظلم كل هذا كل يسمى اللغو هو حد الدنيا الجنة ما فيهاش لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة الكلام طيب كلام الخير كلام لكيبعت على التفاؤل الكلام للبشرى فقط ده كلام الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يقال بأن أهل الجنة لهم وجبتان ذي الطعام منتظمة وهذا في البكرة يعني في أول نهار والتانية في المساء في العشي هو لكم فيها ما تشجع أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكن الله تعالى يعقد موائد وجبتان أساسيتان كبيرتان ليجتمعوا إليها الناس بحل المعروضين تصور معي أنك أنت الآن معروض في القصر الملكي وشو الخير اللي غيكون موضوع أمامك هذا غير ما أعده البشر للبشر فما ظنك بما أعده رب البشر للبشر خير كثير ما غدتقدى ما غدتطيب ما غدتعب ما غدتجهز غدتجلس تلقى كل شيء أمامك ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان ثقية هذا كولئة إرطة حقيقية الناس اللي مضار بنا على الورت الخوت الخوتات لدى العم المحاكم عمر بن نزع لقبل الارت ردت هذا غير توهمي لو دام لغيرك ما وصل إليك الارت الحقيقي اللي الإنسان يحرص عليه هو الجنة هي الحقيقة للارت أما الشيء الأخر غده ستحضق في ذلك الأرض في لاحياء ولا دي اللبني مدة قليلة وسوف تنصرف تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ثقية لفي التقوى نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم اللهم يا رب يا كريم نسألك أن تجعلنا على أخلاق الأنبياء وعلى أخلاق المرسلين وعلى أخلاق سيدنا محمد خير الأنبياء وخاتم المرسلين واجعلنا معهم يا رب يا كريم في الجنة في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة